هنا إذا بدك بيصير فيه تنميز واختلاف كيف بتم تشخيص هذا المرض دكتور؟ ممتاز السؤال ده مهم لأنه هو ده اللي أنا عايز أقوله إنه مش أي حد عنده الأعراض دي يخاف ويقلق ويوصلنا المرحلة إنه هو ممكن يكون عنده سرطان قولون لأ إحنا في الحالات اللي زي كده بنعمل منظار قولوني المنظار قولوني ده عبارة عن تكنيك جديد بيتم فيه الرؤية الكاملة عن طريق فتحة الشرج ونشوف فيه الغشاء الداخلي للأمعة الغليظة من فتحة الشرج فيه حاجات تانية زي إنه إحنا نعمل نحقن بسبغة البريم ونشوفها عن طريق الإكس ري ودي برضو بتبقى بتشخص فيه حاجات أخرى زي الأشعة المقطعية اللي بنشوف فيها الأشعة المقطعية بنشوف فيها حجم الورم وانتشاره إذا كان موجود في أماكن أخرى نعم نعم نشوف مجاهد من الصور دكتور ده مثال بسيط وجميل عجبني الفيديو ده جدا إن ده هيشرح لنا كيفية عمل منظار بطريقة مبسطة وسهلة يقدر المشاهد إنه يفهمنا عن طريقة يتم الآن طبعا دخول المنظار عن طريق فتحة الشرج والنحية اللي من دي بنشوف فيها الحاجة جوة فهو الدكتور طبعا وداخل بالمنظار شاف حاجة اسمها بولب البولب دي بنسميها بالعربي اللي هي اللحيمات أو اللحمية الغددية نعم دخلنا في القولون وإحنا دلوقتي في الترانسفيرسو كولون بعد كده ده الأسفلينجو كولون هيدا بتنبي بنش كامل دكتور؟ طبعا بنش كامل مش موضعين لا في ناس كده وفي ناس كده مش لازم مش لازم على حسب الحالة في ناس ما تستحملش وإذا استحمل فهو الأحسن ما ياخدش تخدير طبعا نعم هوني شو عم نشوف؟ شو بيان بالمنظار؟ هنا طبعا ده فوض اللي احنا شفناه الوقتي بيرجع تاني الدكتور بالمنظار ياخد البوليب دي اللي هي أكتر أسباب من أسباب تحولها إلى خلايا سرطانية هيتم هنا الدكتور أنه يستقصل هذه البوليب تمام زي ما احنا شايفين كده هيد اللحمية صح؟ آه الله ينور عليك اللحمية ودي اللي بتتقلب بعد كده إلى سرطان أو بتكون المصدر من أسباب سرطان القولون وبيكون عدد كبير دكتور ولا؟ تختلف من شخص لشخص مع وجود العامل الوراثي تمام؟ نعم طيب طبعا الفيديو ده جميل وعجبني أنه مبسط وقدر يشرح لنا كويس قوي إيه اللي بتتقلب عملية المزارعة؟ عشان محدش يخاف محدش يقلق هو داخل عملية المزارعة؟ لأنه مهم جدا بداي من أن أنا شكيت في شخص أنه قد يكون عنده مشكلة أو اشتباه أنه في سرطان قولون يبقى لازم نعمل له منظر طيب نحن عند حصول هذه العملية شايل إذا بدك هاللحميات دكتور بتم زرعة كخطوة تانية يعني لحتى نتأكد من سلبتها وقداش فيه إمكاني أن تكون قريبة للسرطان مهم جدا أنه نحن نتم نشوفها تحت الميكروسكوب عشان نشوفها هل هي خلية سرطانية أو لا وده بيحدد إحنا في أي مرحلة من مراحل انتشار الوراغ طيب بأي مرحلة من أوصر الوضع صعب؟ المرحلة الرابعة أو التالت والربعة أنا هاشرحها شو هي الأولى التانية التالت والربعة إحنا اتفقنا أن الورم الخبيس بينشأ في الطبقة الداخلية من الأمعاء الغليزة مجرد أنه هو ينتشر إلى الطبقة المتوسطة أو الطبقة الخارجية يبقى دي عدى المرحلة الأولى وأصبح في المرحلة التانية وفي الحالتين دول هحط كده قوس وأقول العملية الجراحية ناجحة بنسبة 100% يستقصل هذا الورم تمام من الناحية دي والناحية دي وأوصل القولون ببعضي ومشهور أوي عند الجراحية المرحلة التالتة أن يبدأ ينتشر إلى الغدد اللينفوية ودي المرحلة الأصعب شوية اللي بنقلق منها لأن لازم نضيف معها مع العملية الجراحية علاج تاني زي الإشعاعي أو الكيموي العملية المرحلة الرابعة وهي الأصعب أن يكون حصل انتشار أو بنسميه الثانويات فينتقل الورم وينتشر عن طريق الدم إلى عض أعضاء أخرى بعيدة عن القولون زي المخ وزي الرئة والكبد أصبح انتشاره أوسع وأسرع في حال تم استقصاله بالمرحلة الأولى والمرحلة التانية دكتور هل ممكن يعاود بعد فترة؟ هنرجع بقى نقول أنه هو معرب أكثر لغيره ولكن لو النظام الغذائي اللي احنا قلنا عليه صحيح وتجنب الإكسار من الألياف وتجنب الدهنيات واللحوم الحمراء والتدخين والألكحول إن شاء الله ممكن ما يصبش به يعني هو عبارة عن نمط غذاء معين أو نمط حيات معين بيمشى عليه المريض ليتفادح حصوله ده مهم جدا وده اللي العالم الغربي بيتك عليه ويكرروا دايما حتى في اليوم العالمي الأمراض السرطان وظيفة منظمة الصحة العالمية بكل مجهودها إن هي تفهم الناس التصقيف الصحي الصحيح اللي يبعدنا عن السرطانات المختلفة سواء كانت قولون أو غيرها زي ما إن شاء الله هيجي فقرات أخرى